طيب إزاي أنا يعني أعرف المنطقة اللي بتميز فيها ابني أو بنتي زي يرمي يعني دائرة الضوء على المنطقة اللي أنا شايف إن هي الأفضل اللي أنا ممكن أستثمر فيها بقى بجد وأكبره فيها أول حاجة أشركوا معي في الاختيار أرأي باهتماماتهم في السن الصغير بنبدأ نخليهم يجربوا كذا حاجة وبالها داوة المشكلة هنا إيه؟ إحنا دايما نقول إيه؟ الولاد لازم تجرب مجالات مختلفة وتشوف هي مهتمة بإيه بس إحنا دايما مستعجلين النتيجة أول ما يجرب حاجة أنا مستعجلة نجاح ما حصلش نجاح أو ما حصلش لينك ابني مبقاش حابب بالموضوع أو كده أنقل على البعض فبيبقى فيه إيه؟ تخمة من الأفكار والأكتيفتيز والحاجات اللي الطفل بيجربها فبالتالي لأنا ولا هو بني بقى عارفين هو حابب إيه فأنا هفتح المجال قدامه هخليه يجرب كتير بس إيه؟ واحدة واحدة لما بيجبروا شوية في السن عن 7-8 سنين كده يعني أنت هتختار اللعبة دي إحنا هنقعد عدة شهور معين نجرب في اللعبة دي مش هيبقاش كل شهر لعبة مثلا محتاجي الأكتيفتي دي طب هنوصل لحاجة معينة فيها وبعدين نغيرها فكده بتديره فرصة إنه هو يجرب نفسه يشوف هو مهتم بإيه وفي نفس الوقت يوصل لنتائج مرضية بالنسبة له هل هو قادر يكمل ولا لأ ويعني لازم إنه نخلي فيه فليكسبيلتي كده يعني الطفل مرونة آه لازم يبقى فيه مرونة ما بيني وما بين ولادي مش الهدف اللي أنا حطاه فيه دماغي ساعات إحنا بنبقى شايفين ولادنا مميزين في حاجة معينة بس هم مش حابين ده فيه فرق ما بين هو حابب ده وعايز يستثمر وقته فيه ولعبه أرائب اللعب هو بيلعب كتير بإيده بيلعب بيتحرق كتير لا هو عنده قدرات التفكير والتحليل أكتر شوية وده طبعا طبعا بعيدا عن السكرين يعني لازم أقل الوقت الشاشات عشان أقدر أدي للطفل فرصة إن هو يكتشف نفسه في حاجة تانية حتى لو في البيت وفيه حاجة لذيذة أو إحنا دايما في الزمن بتاعنا ده ولادنا دايما زهقنين وإحنا قلقنين إحنا حسين إن إحنا وظفتنا إن إحنا نسلي الولاد ماينفعش يزهق لا لازم نسيبهم يزهق لازم يعود كده وقته فاضي أنا مش فاضي أنا ده وقت المي طاين بتاعي أو أنا بشتغل أو كذا ده وقته فاضي مفيش تلفزيون اعمل اللي إنت عايز الوقت الفاضي ده وقت الزهق بمعنى أصح من أكتر الأوقات اللي بتطلع من الولاد المواهب المتفونة بيتطر بقى تلاقيه طلع ورقة أو ألم وبدأ يقص بدأ يركب اخترع لعبة جديدة بدأ مخه يشتغل فمن هنا أشوف الله إنت بتعرف إيه رأيك نتعلم كذا إيه رأيك نروح كورس كذا الولاد اللي بيعودوا على الشاشات كتير ما نوديهم كودنج نوديهم حاجة ليها علاقة بالشاشات أفضل كده إيه أجرب بالهداوة وشوف رد فعل ابني إيه من غير ما يبقى متوقع نتائج وقتية أشجعه يخسر أشجعه إن هو ما ينجحش من الأول يقع ويقوم لازم الطفل يبقى حاسس إن هو يتسكين أنا أعمل حاجة غلط يتسكين أنا أجرب وما تزبوتش يتسكين أنا ما بقاش أحسن واحد كل الحاجات دي بتخلي الأطفال عندهم زي مرونة نفسية المرونة النفسية دي بتخلي البني آدم عمتا وإحنا كلنا منتجين أكتر أنا لما بقع وبقوم بقوم متقبلة الفشل بقوم متقبلة أن أنا مش دايما شطرة فده بيخلي مقومين للصدمات اللازم كده كده هيقابلوها بالزبط ومش دايما حاسس إن أنا في الزباء ولازم أبقى أحسن حاجة علشان أنا موهوب في الحتة زي الطفل بيكره الموهبة بسبب ضغطنا إحنا وتوقعاتنا العالية نقل شوية توقعات توقعاتنا العالية